اشتركوا في القناة 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 نقوم بها الطريقة لكي يتصب بسهولة لاحظوا العجيل رقيق بزاف و نأخذ هذه النجيمات و نحاول ندير واحد الدائرة الوسط على شكل نجيمة نكمل بها الطريقة تدير اليد تحت الورق و تدفعه و تجي العملية سهلة نكمل البنات و ندير واحدة فوق واحدة و نطلقهم بالنسبة لبنات لهذا الشكل المستطيل نأخذ هذا المرشم و نبقى نتراسي بها الطريقة و نلاحظوا ان العجيل رقيق الوحد درجة كبيرة بالنسبة للأخوات اللي يبقى عندهم تخوف من هذا الصابلي اللي يكون في الكاكاو يعني تخافي التحرق أو لا تخافي طيب فوق القياس مني غد تعمروا اللاطة كاملة بهذا الصابلي كتأخذوا واحد شوية من العجيل البيضاء و كتديروها على شكل الكورات كتحطوهم في اللاطة الوسط و في الجناب باش كتعرفوا على ان الصابلي راه تتحمر من تحمار ديال هذيك العجين البيضاء و كما لاحظوا يعني كندفع الصابلي بهذا الطريقة هذي و كيدفع معي بسهولة لاحظوا هانتو ما لبناش حرقيق و بالنسبة لذك التقبل للوسط على شكل مستطيل حتى هو راتيحيض بسهولة هانتو ما و بالنسبة لهذا المستطيل تندير نفس الطريقة كنطلقوا العجين تكون لقيقة و كنحاول نحيض هذا المستطيل للوسط باش كيعطيني هذ الفراغ اللي تيكون في قلب المستطيل هذي الشكل و كنطلقوا كورا أخا من العجين البيضاء بهذا الشكل للبنات يعني رقوا الصابلي ما تخافوش من تشي حاجة لان الجمالية كما قلت لكم ديال الصابلي هو انه يكون رقيق خديت هذي المرشم اللي كيكون على شكل ورده و كنت راسي بهذا الشكل هذا و غدا ناخد اللاطة ديال البهلة و غنحط فوقها هذي الوريدات هذي باش كيعطيني الشكل ديال سليلة كما غدا نتشوفو غدا نعمرهم بمجموعة من المكسرات و الفواكه الجافة يعني العملية سهلة هذي اللاطة دهن تغي شوية و حد دهنة خفيفة بزيت صافي و ندخل الفران طيب على درجة حرارة متوسطة و نتلقى معكم ان شاء الله في شكل اخر خليكم معي وهذا الشكل ديال المربع يعني طلقت العجين نرقيق لاحظو كنوريكم السومك ديال اه المربع شحال الرقيق و غدا نكمل بها الطريقة هذي يعني العجين الرقيق لبنات بززاف كن اكد على هذ النقطة كنسامر و نكملوا هذي شكل و نتلقى فيكم اذا ابنات هذو هما المكونات باش غنزين عندي نحو بايبة الشكلات و عندي هذي الشكلات هذا عندي هذي زرية المناقية عندي اه تلسيقة ديال السابلي ضيفة لالبخاليني و هذي ضيفة لها اه الكراميل عندي هنا كوكا و كونكاسي اللي صيبته في الدار و هذي الشوفان الكراميلي اللي نزلت ليكم و عندي هنا يا القنافة اللي حمرتها و حتى حمار خفيف و عندي هنا هذي الكوكا و اللي وريتكم يعني كيفاش غد صيبوه يعني كتقطعو غيب موس يكون ماضي صفي و كتحمروه في الفران و كتزينو به دوزو طريقة تزين بالنسبة لبنات لهذا الشكل اللي المستطيل كنا اخد واحد كيجي على هذي الشكل هذا بالشوفان اللي كنت حضرت معاكو مراني بنزله في القناة هنخلي لكم الرابط اللي تحت يعني كندوز تلسيقة على السابلي بها الطريقة هذي صفي و كنا اخد واحد القطعة اخرى اللي فيها مستطيل الوسط تندوزها بنفس الطريقة احتهي عليها و تندوز الوجه تاوه كما لاحظوا هذ الوجه تاوه غندهنوا بالتلسيقة و غنخشيه في الشوفان كنا اعتذر لان الفيديو كانت قطعوا انا من تابعتش لي يلا شتو دابا صفي و غن نتلقى بكم وبالنسبة لهذا الشكل البنات حتى هو غنضي لي تلسيقة اللي ضيفة لالبخاليني و غنضيهن بهذا الطريقة هذي و غنجيب حبة اخرى مستطيل و غنحطها مع بعض هم بهذا الطريقة هذي بالنسبة الكوكا و كونكاسي البنات كانت سولتني واحد الاخت الكوكا و اللي بالقشرة دياله كان دخله الفران كيتحمر كان حاول نخلي شوية يتحمر صافي و كان فسخه بعد ما كيتحمر علش كان خلي شوية يتحمر لان انا مني غنضيك دقوه كي ولي دك الكوكا و تيولي بيض يعني مني كتخلي و كيتحمر شوية مزيان يلا كي يجي هو هذك رجعوا للصابلي دهنت في الوسط بطلسيقه و هذا نحط الكوكا و كونكاسي بهذا الطريقة هذي كما قلت لكم صافي كان هانمشو هي اما في الروبو اما كان سرحو حد الزربيتة و كان دير فيها كوكا و كان غطي لك الكوكا و كان بقا ندد لك و نجيبوه حتى كيولي لي يمهرمش و كان دوزو في الصيار الغليد بالنسبة لطلسيقه اللي ضفت لها الكراميلا bone اخوات تساولوني في الغريبة قالوا ليوش اللون ديال الكراميل كين بزر ديال انواع ديال الكراميل هذا احتى هو الضوء ديره زوين يعني في وحد اللد زوينة للسقط كما لاحظت الدائرة هاد تلسيق اللي ضيفة لها الكراميل واخدت شكلات دوبته وتنخشي هاد الدائرة هادي وكننحاول نسوسها مزيان من الفائد ديال الشكلات وكننحط الزريعة من القيام هاد طريقة هادي يعني سيبقى لكم تزيين باش ما بغيتوا تزينو كتزينو انا كافكار حطيتها لكم باش زينتها البنات وتبارك الله عليكم كاملين صافي وغناخد هاد الحبة ديال الشكلات وغنحطهم به الطريقة هادي ولاحظوا انا كنحاول نضربه الفرشيط مع جنب باش نحيد الفائد صافي وغنحطها في وبالنسبة للشكل ديال المربع البنات كنته نتوى بتلسيقه بنفس الطريقة على هاد الشكل هادا هانتوما صافي وغناخد يعني مربع اخر وكنجمعهم مع بعض به الطريقة هادي صافي وغنان دهن الوجه ديال المربع بالتلسيقه نفسها هالطريقة هادي صافي حاولو نوزع تلسيقه على المربع كامل باش كتجينا الكنافة قابطة هالطريقة هادي يعني ديال البقايا اللي تبقوا لي في الميكا ديال الكونافة كنخليهم بحلقة التزيين ديال الصابلي او لنبساطة يعني ما كتضايش وغدا نحط بابيون في القنت ديال المربع وكنجمع القنافة بهالطريقة هادي وكنكنكملت تزيين المربع اذا نكمل ونطلقه معاكم البنات في مرحلة التالية وهادي الدائرة هادي تايل لصقتها بهالطلسيقه اللي ضيفة لها الكراميل وكندهن الوجه ديال الصابلي بهالطريقة هادي كما كتلاحظو البنات صراحة انا التلسيقه كان واعدكم ان يعني غنزل لكم لانها فعلا كتستحق التجربة وكتعطي لد الصابلي وحد طريقة روعة وكما لاحظو اقدرت الوجه ديال الصابلي في هاد الكوكا وهذا اللي بإمكانكم يعني تحضروغي في الدار وكتحمروه في القران صافي على هاد الشكل هاد يجي الصابلي وهنا لبنات هاد السليلات غدا نعمرهم بهاد الفواكه الجافة درت هنا المشماش قطعت ورقيق درت الفواكه المعسلة درت اللوز ايفيلي درت زبيب مقطع رقيق القرقاء التمر اللي عندكم ديروا به وخضيت شوية ديال ناباج وشوية ديال وخلطتهم تنسى جموب بعضياتهم صافي وحطيتهم في السليلات وغادرش عليهم واحد شوية ديال الورد نخدم معكم واحدة اخرى صراحة نديجي والداد بزاف بزاف صافي كنحاول نضرب الحشو واحدة الجناب باش ما يبقوش خاوين صافي يا البنات غدا نكمل ونطلقها معكم ان شاء الله في الشكل النهائي خليكم معي وتيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الصابل يا البنات يعني هدو مشكيلات اللي زيننا مع بعضياتنا هما هادو هاد شكيل ديالشكلات اللي زيننا بزر عم نقية والشكلات هو هادا نحاول نبعد الكاميرا هو هادا هادو سليلات زينتهم من بعد بالورد واللي زيننا بكاوكا هما هادو بالقنافة والشوفان وكيبقى ليكم الاختيار في التزين يعني باش مرتاحيتوا باش ما بغيتوا تزينوا كتزينوهم وبالنسبة لهاد العجن اللي درسنا لبنات هادا الكيمية يعطيتني ثلاثة كيلو ديال الصابلي اللي صراحة هو المعتمد عندي من زمان يعني كيصراحة كيجيزوين وكيجي فيه تقرمش كيبقى مقرمش هاد الصابلي حتى كيتقادا كيتمنى لبنات الفكرة والوصفة تكون نالتعجابكم وان شاء الله تجربوها بالصحة والراحة اي حاجة من فهماش اي حاجة ما تحاش خليوا لي ان شاء الله في التعاليق غدا نجاوبكم عليها وبالنسبة للرابط نخليوا ليكم في صندوق الوصف مع الوصفة مكتوبة وكنشكركم لبنات بزاف بزاف على حسن المتابعة وعلى التشجيع ديالكم وعلى التعليقات اللي كتخليوا لي واي حاجة كيما دي ما من فهماش ما واضحاش مزيان خليوا لي ان شاء الله نجاوبكم عليها في التعاليق ولكنتو اول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد تنحطوا في القناة وقد نقول لكم تحلوا في راتكم بزاف بزاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته